اشتركوا في القناة على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين هل تعلم أن الصدق من فضائل الأخلاق التي أمر بها الإسلام لما كان الصدق ضرورة من ضرورات المجتمع وفضيلة من فضائل السلوك البشري ذات النفع العظيم وكان الكذب عنصر إفساد كبير للمجتمعات وسببا لهدم أبنيتها والتقطيع روابطها وصيلاتها أمر الإسلام بالصدق الذي والقول المطابق للواقع والحقيقة ونهى عن الكذب الذي والكلام بخلاف الواقع يقول الله تعالى في كتابه العزيز يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِتَّقُوا اللَّهِ وَا كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ أي صدقوا وَالْزَمُوا الْصِدْقَةِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ وَتَنْجُوا مِنَ الْمَهَالِكِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ فَرَجًا مِنْ أُمُورِكُمْ وَمَخْرَجًا وَقَالَ سُبْحَانَهُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وعن عبد الله بمسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فأن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الوجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الوجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا رواه مسلم معنى الحديث أن الذي يلازم الصدق ويتجنب الكذب يزداد عمل الخير عليه حتى يكتب عند الله صديقا أي فلان كثير الصدق أي فلان كثير الصدق يلازمه ثم أن ذلك يقرب إلى الجنة والكذب بالعكس وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور في أصله والفجور في أصله الميل والانحراف عن الحق وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الوجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذبا والصدق يشمل الصدق مع الله بإخلاص العبادة لله والصدق مع النفس بإقامتها على شرع الله والصدق مع الناس في الكلام والوعود والمعاملات من البيع والشراء والنكاح فلا تدليس ولا غشة ولا خداعة حتى يكون ظاهر الإنسان كباطنه وسره كعلانيته فكن صادقا كن صادقا مع نفسك ومع الناس وقبل ذلك كن صادقا مع الله اللهم اجعلنا من عبادك التوابين ومن عبادك المتطهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين موسيقى 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 موسيقى